اشتركوا في القناة انتقال الزهرة والشمس لبرج العقرب وايضا انتهاء تراجع زحل هدولا عملتم في حلقة منفصلة بنصح الجميع ان يحضرهم لان هدولا بيحكوا عن الفترة القادمة بشكل واضح ومفهوم للجميع اليوم توقعاتنا ليوم السبت 22 تشرين الاول اكتوبر طبعا القمر ما زال موجود في برج العذراء اليوم هو الان موعد بث الحلقة هو موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج والساعة وحدة واثنين وعشرين دقيقة من صباح اليوم السبت بنتقل القمر وبصير في منزلة السماك الاعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح القمر بما انه موجود في برج العذراء معناته منعود الان لطبيعتنا الجادة برضو اليوم ننتبه اكثر لصحتنا بممارس التمرين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردي او شاردي دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام منشعر ان الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا او نتوهم امراض ما الها اي وجود او وسواس او غيري شك شغلات من هذا النوع هاي افضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسع نقتناع حيوان اليف مطالعة كتاب مفيد البدء بوظيفة او عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اول زاوية عنا زاوية التربية السلبية بين الشمس وبين بلوتو وحكينا انه هاي تأثيراتها ليوم 23 عشرة بالثور اعمال عنف ومواجهات الها علاقة بالنيران والمعادن بسبب هاي الزاوية وبرضو هاي الزاوية بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين هاي الزاوية بتأدي لتحول جذري على المستوى المهني او العائلي لدى البعض بتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية او خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الارهابية اللي بتحاول زعزعة الامن والاستقرار هناك احتمال وقوع الاحوادث الها علاقة بالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل براكين التعرية يعني بتتركز على هاي الامور اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي برضو تأثيراتها لغاية يوم 22 عشرة بتعزز قدرتنا القيادية وبتشجعنا على الاقدام على خطوة جديدة وجريئة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم 22 عشرة بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكتشف لاحقا انهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الاشخاص اللي بيتناولوا الادوية لانه ممكن يتناولوا ادويتهم بطريقة خاطئة وبتدل هاي الزاوية على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش او ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهدها الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات او غرق بعض السفن او ناقلات البترول او مشاكل الها علاقة بالنفط او حرائق او اضرابات في قطاع الصناعة والصحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبي منفصلة ما بين زحل وما بين اورانوس واي تأثيراتها لغاية 16-11 منصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث الها علاقة بالسك الحديد وبتدل كذلك على اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم ذروتها ورح تتشكل فعنا اول زاوية زاوية تثليت ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهاي طبعا ذروتها ساعة 2.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الظهيرة تقريبا وهي مأثرة على الجميع بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ايضا تأثيراتها يعني تقريبا من نقدر نحكي بعد قليل تبدأ تأثيراتها وهي زاوية التقابل السلبية ما بين القمر وما بين نبتون طبعا ذروتها ساعة 12.37 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج يعني طيلة النهار لغاية ساعات المساء فبتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي طبعا ذروتها الساعة 24.27 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من زوايا القمر قبل خلو المسار وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون دروتها ساعة 6.17 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات صباح اليوم التالي فهي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي رح يبدأ اليوم ساعة 6.17 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى اليوم التالي أي حتى صباح يوم الأحد حتى تمام ساعة 1.24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ليستقر القمر بعديها في برج الميزان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين يعني فترة خلو المسار بننصح الجميع دائما أنهم يتخذوا فيها قرارات جديدة اللي بيكون ناوي على شيء قبل هذا الأمر أو بدأ بعمل قبل خلو المسار يكملوا في فترة خلو المسار ما في أي مشاكل أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ذروتها خلال هذا اليوم وهي زاوية من الزوايا البطيئة هي زاوية الاقتران الإيجابي بين الشمس وبين الزهرة وحكينا أنه هاي زاوية طبعا مستمرة لغاية 5-11 اليوم ذروتها الساعة 9 و16 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بصير في عندنا نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عندنا البنكرياس والأمعاء الدقيقة الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، الـ 12، المستقيم، أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة للعملية الجراحية بما أنه اليوم خلو المسار في ساعات المساء معناته في ساعات النهار يوصى بالإجراء العملية الجراحية ما في أي مشاكل ولكن في ساعات الليل لأنه خلو المسار بيكون على الدول الأجنبية أمريكا وغيرها فبتكون عندهم ساعات النهار هدول اللي ما منصحهم بإجراء العمليات الجراحية في فترة خلو المسار بالنسبة لهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن الأمور اللي إلها علاقة بالعيون ما مننصح العمليات يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم في تمام ساعة 12 و30 دقيقة بعد منتصف الليل بيصير 27 يوم نسبة الإضاءة بتصير 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 و10 سعيد بنسبة 85% القمر في العذراء حتى يوم 23 و10 سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات منتصف الليل بيصير منتحس بنسبة 10% ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 40% في ساعات المساء بيصير منتحس بنسبة 60% عطارد في الميزان حتى يوم 29 و10 سعيد بنسبة 25% الآن ولكن في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة لـ 70% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 و10 يعني آخر يوم لألوه وسعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 و10 سعيد منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 و10 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 و10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23 و3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك برضو اليوم بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بتشعروا بالإرهاق بسبب كثرة الأعمال أو الأعباء أو حتى يعني شوي هيك بتشعروا طاقتكم ضعيفة أهم شيء تنظموا عملكم بشكل جيد ما تهملوا واجباتكم حاذروا التبذير ممكن اليوم تعالجوا مسائل مالية وتجدوا حلول لبعض الفواتير المتوجبة عليكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم أهم شيء تحاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة حاولوا أن تصححوا الانطباعات عنكم اثبتوا للمشككين طاقتكم ما تستسلموا للضغوط قبل تحقيق الإنجاز وأهم شيء تثوروا الأجواء العاطفية جيدة والحظوظ بتلعب دور جيد خلال هذا اليوم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم واليوم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم شيء تهدئوا من روعكم وتوقفوا عن التفكير قليلا ما عملوا نوع من أنواع الهدوء ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم شيء أنك ما تختلق المشاكل ولا تخالف الرأي العام ولا تناقش بجفاء بحاول أنك تناقش بليونة تامة بعيدة عن المشاكل وفرض الرأي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتنشطوا في أمور الحلاقة بالسفر القصير والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان وبرضو بإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران بتكثر عندكم التنقلات وحركة التواصل فترة ممتازة العقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم شيء أنك ما تكثر المطالب وتجنب اعتماد أسلوب فض أثناء التعامل مع الغير أو ابتعد عن التحديات قدر الإمكان برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بيحملوكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم تناقشوا موضوع بيتعلق بوضع مالي أهم شيء أنك ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذروا أموالكم كونوا عاقلين ومتيقذين قبل التوقيع على أي عقد أو اتخاذ أي قرار وحاولوا أنك تحددوا أهدافكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بتحسم أمورك وبتقرر على شيء جديد ممكن تفرح لا انفراج أو لا تسوية أو لا تطور أمر ما بتلفت النظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وممكن اليوم تنتهي أي مفاوضات لصالحك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر موجود في بيت متاعبكم فبتعيشوا في دوام من الكآب والإحباط وتعتبر هاي فترة فيها إرهاق حاولوا أنكم تبتعدوا عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة وابحثوا عن الهدوء والسكينة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منكم هذا اليوم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح الفرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو حاولوا أنكم تظهروا انفتاح واهتمام كبير خلال هذا اليوم برج القوس يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في الدفع بمصالحهم وبإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة بتتلقى عرض أو ممكن تجد نفسك في موقع مهم أهم شيء أنك تكون عند حسن الظن وتجنب الإنفعالات والقرارات المرتجلة والتصرفات العذائية وحذروا من الحوادث يعني بتكونوا متيقضين برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة الجامعية السفر الاتصالات لسيما لبعيدة برضو بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم وبتفرحوا لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن اليوم تقوموا بخطوة مباركة أو تتلقوا إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة وحاولوا أن تطلبوا رأي الشريك قبل التمسك بقراراتكم تنشغلوا اليوم بمسائل مالية وبعض الأمور الصحية أو العائلية باستطاعتكم بحث موضوع بيتعلق بقرض أو تمويل أهم إشينكم ما تهملوا التفاصيل الدقيقة برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أهمش أنه اليوم ما بنصحكم من أي أمور إلها علاقة بالارتباط لأنه الخمر منتحس إلا أنه بما أنه ما فيه أي تأثيرات للكواكب الأخرى فهي جيدة لا توقيع العقود التجارية بس بتكتركزوا بالتفاصيل وجيدة أيضا للخطوبة أو زواج حاضروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأيا كان وممكن اليوم تواجه خصم شرس وتشتد المنافسة بينكم عشان هيك حاول أنك ما تخالف القوانين عشان ما تدان وبرضو أبعد عن المشاكل لأنه نقطة الضعف موجودة عندك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء